السلام عليكم أنا رحمة قصة اليوم ليست قصتي بل قصة ابنة خالة غلى التي هزت أحداثها كل ربوع الوطن القصة بدأت حينما تقدم شاب طيب لخطبة ابنة خالة غلى وكان الشابا متدينا ومتخلقا وسيما وغنيا اجتمعت فيه كل الصفات التي تتمناها أن يتفتع كانت غلى سعيدة جدا بارتباطها به فكانت ترافقه لشراء كل ما تحتاجه من لوازم العرس وغيرها وكان يهتم بها كثيرا ولطالما كانت تجلس معي وصديقاتنا في الكافاتيريا أو في الجامعة حتى يأتي من بعيد ليفاجئها بالزهور والهدايا وكانت تبدي فرحها بخطيبها مع صديقاتنا كلما اجتمعنا وتخبرنا عن السعادة التي تعيشها وعن ما اشتره لها ومخططاتهم المستقبلية أنا بالفعل أتمنى لكن زوجا مثل خطيبي نادر إنه شخص نادر بالفعل اسم على مسمى كنت أرى نظرات الحسد والغير على وجوه صديقاتي وكن يتمتمن ويتهامسن عليها وإذا افترقنا كنت أمسك بيدها وأقول ما الذي طلبته منك ألم أقل لك لا تخبر الجميع بما تعيشينه من سعادة فلن يفرحوا جميعا لفرحك عادي سيتزوجنهن أيضا وسيعشن السعادة مثلي ثم إنهن صديقاتي سيحببن الخير لي أنت لم ترين نظراتهن لا تبالغي يا رحمة رأيت نظرات الفرح إنهن سعيدات لسعادتي لم أستطع إقناعها بالتزام الصمت مرت أيام خطبتها السعيدة وحان موعد زفافها كان كل شيء على ما يرام فقد تم تحضير كل شيء من قبل خطيبها من بطاقات دعوة وزينة وحلويات ويوم زفافها اجتمع أفراد العائلة كلهم وهم فرحون أحضروا لها الكثير من الهدايا وتميزت هي بثوبها الأبيض رفقة زوجها على منصة العرسان وعندما حل الليل وافترق المعزومون ولم يبقى غير أفراد العائلة المقربين نادت علينا خالتي وجمعت جميع النسوة في غرفة الهدايا بينما بقي الرجال في القاعة يتبادلون أطراف الحديث وفي غرفة النساء بدأنا بفتح الهدايا كانت هناك هدايا ثمينة وأخرى بسيطة ورغم بساطتها كانت ابنة خالتي غلى فرحة جدا بها وبعد لحظات أخذت خالتي علبة هدية كبيرة وبدأنا نخمن ما فيها يبدو جهاز التلفاز وقالت خالتي ربما هي أفرشة للسرير فهي تبدو ثقيلة وربما هي وسائد مزينة أظنه تقمأواني فتحت خالتي الهدية وقالت سنعرف الآن ما هي هذه الهدية لكننا استغربنا من وجود علبة مغلفة داخلها فتحتها ووجدت علبة أخرى وصارت كلما تفتح علبة تجد علبة أخرى بداخلها استغربنا كمية العلاب وبدأ الفضول يحوم حولنا ونحن متحمسون لمعرفة ما بداخلها ترى ما هي هذه الهدية أنا متشوقة لمعرفتها ومعرفة صاحب الفكرة صار الجميع يضحك وقلت هيا يا خالتي أسرعي بفتحها قامت غلا بالاقتراب وفتحت العلبة وهناك كانت المفاجأة لقد كانت بالداخل أفعى كبيرة ملتفة صرحنا جميعا وركضنا خارج الغرفة فزعين أغلقت خالتي الباب حتى لا تهرب الأفعى ونادت على رجال العائلة فأسرعوا إلينا قال زوج خالتي ماذا هناك؟ وما حالكم هذا؟ أخبرناهم بكل ما حدث مع تلك الهدية المشؤومة ثم قالت خالتي هناك أفعى كبيرة بالداخل احذروا أن تلدغ أحدكم فتح زوج خالتي باب الغرفة ودخل هو ورجلين من العائلة لكنهم لم يجدوا الأفعى وسط تلك الهدايا نظر زوج خالتي تحت السرير وقال إنها هنا أحضر لي أداة حدى لأقتلها كانت النسوة تصرخ وابنة خالتي غلى تقف متسمرة في مكانها ووجهها مصفر من الهلع وزوجها يقف إلى جانبها أحضرت خالتي عصا حديدية وقدمتها لزوجها أخذها وضرب بها الأفعى فقتلها وهناك سقطت ابنة خالتي على الأرض أسرعنا إليها جميعا ونحن نصرخ غلى غلى وجلس إليها زوجها ووضع أصابع على رقابتها ليتحسس دقات قلبها ثم صرخ لقد ماتت غلى لقد ماتت زوجتي لا حول ولا قوة إلا بالله كنا نظن أنها قد تكون هناك فرصة لعيشها أخذها هو وبالدها إلى المستشفى ولحقنا بهم لكن الدكتور أكد لنا بأنها قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى عدنا من حيث أتينا ونحن نبكي لفقدان ابنة خالتي والصديقة العزيزة غلى أخذ زوج خالتي تلك الأفعى وضعها بداخل علبتها وسار بها نحو الشيخ الراقي وأخبره بكامل القصة فقال له لقد فات الأوان كان عليك أن تحضرها لي قبل قتلها ولو دعوتني لأسرعت إليك حتى أرقيها وأفك السحر الموجود بداخلها سحر؟ ومن الذي يصحر ابنتي الطيبة؟ لا يهم من يقوم بعمل السحر المهم أن نقوم برقيته قبل التهور بدأ زوج خالتي في البكاء وقال ليتني تركت هذه الأفعى تهرب بعيدا ولم أقتلها لو تركتها تهرب لهربت ابنتك وحينما قتلتها وماتت ماتت ابنتك أيضا إنه سحر أسود يقومون به حسدا وكرهان انتهى زفاف غلا بموتها انهار زوجها وجن جنوناه وتناقل الجميع قصتها ربما سمع الكثير منكم بقصتها لكنني أردت منكم أخذ العبرة نعم أخبرتكم عن قصة غلا رحمها الله حتى تقض حوائجكم في السر والكتمان كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخبروا الجميع بما أنعم الله عليكم يكفي أن تقولوا الحمد لله فهناك أناس أعمى الحسد بصيرتهم وملأت الكراهية قلوبهم لا يريدون للناس خيرا وإن رأوا الخير على إنسان سارعوا لاستعمال السحر والشعوذة حتى يدمروه دعواتكم بالرحمة لابنة خالة غلا اشتركوا في القناة